السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشونكم حبايب قل وإن شاء الله طيبين رجعت إياكم فيديو جديد بحلقة جديدة أسطورية من الأخبار الجديدة عن التحديث الجديد وعن المابي الجديد وعلى سلاح جديد راح يضيفوه أيضا مخلوق آخر جديد راح نتكلم عنه فقبل لا نبلش خلونا نصالح الحبيب محمد الله ما صالح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نذكر الله ونقول بسم الله و لا تنسوناها باللايك والاشتراك يا أبطالنا يلا لات قو طبعا يا شباب الشيء الجديد هذا موسلاح وكاتبين اسمه ميولنير ويبن سكين هو سكين هو سكين موجود بالماب هسه وبعد بس لكن راح يصير عليه تطوير من ينزل الماب الجديد اللي حاليا جايشتغلون على الماب وجايشتغلون على الشغلات الجديدة اللي يضيفوها فهذا المطرقة احنا تكلمنا عليها قبل ما وضحناها قلنا مطرقة ثور وهي شي شي بس هذا يقول لك تيك سورد سكين يركب على تيك سورد وايضا اذا تشوفون بالصورة تلاث اه شي اسمه تلاث احجارات واحدة الاخضر والاحمر والازرق موجودات عليه ومثل برق طال عليه واذا يسوون السالفة مثل مطرقة ثور وتقدر تطير بالمطرقة فتشيء اسطوري يصير كلش حلو راح يصير ولكن الشي اللي راح يصير هو عن طريق الألمنت راح تشحنه شون تشحن السيف الشي اسم السيف التك تشحنه على طريق الألمنت ايضا شغلة اخرى انه يطلق برق على ما انه يقولون يطلق برق وهاي الشغلة ولكن مرا ما راح تحصلها بسهولة يقول لك راح تحصلها بصعود ما لازم تخلص تحدي لازم تخلص تحدي التحدي شنوه على الاكثر التحدي هو انك تفتح البلوبرينت مع التك سورد يعني لازم شو تسوي اذا انت تلعب الماب اساسي يعني مدون مودات وهاي الشغلات لازم تروح تقاتل البوسيز مع الماب على مود تفتح التك وتقدر تفتح التك سورد على مود تجرب المطرقة هاي طيب هسه ايضا تقدر تجرب المطرقة بس مو بالبرق وهاي الشغلات بس تقدر تحصل عليها احنا ذيتش المرة راحنا لها عن طريق الشي اسمه تيليبورت بس هالمرة راح اشوفكم طريقة تروحون بها لهاي المطرقة لسكين وتحصلها بدون ما تيليبورت وهاي الشغلات طبعا شباب هذا هو الماب الجديد اللي احنا تكلمنا عليه بالحلقة اللي راح تطلع لكم فوق تشوفون الماب والشغلات الحلوة به طبعا على مود تروح للبيومات البقية من هذا الماب بدون تيليبورت بدون هذا الاسم تيليبورت تروح للبيومات الثانية اللي تحتاجه انه تجي وين تجي هنا هذا وين صاير هذا طبعا هذا صاير خلي نجي على الجي بي اس خلي نجي على الجي بي اس الموقع هذا الكهف صاير على اربعين سبعة وخمسين وين بالماب اهنا بالماب تشوفون اللاعب وين بالضبط اهنا اهنا تحتاج تيجي وتروح وين تنزل لهذا الكهف اول ما راح تنزل لهذا الكهف خلونه ندخل الكهف هاذا اوكي تدخل الكهف هاذا يكون عندك البورتولز ما البايوم ما للفورست والبايوم ما للأسجارد والبايوم ما لل اللي تلقى بيه الذئب فونهايم مدريش اه جوناهيم مدريش اسمه يوناهيم يمكن هيشي شي يوناهيم اتوقع هذا مدريش اسمه المدريش اسمه يوناهيم يوناهيم ساعدة اتوقع اسمه مدريش اسمه اتوقع هذا الاسجارد اسجارد هذا وهذا الفورست هذا البيومال فاناهيم فاناهيم هنا اسجارد هناك فاناهيم ما ادري اذا الاسماء قعدة الفضة صح الخبير بهذا الاسجار توقع هذا مدري فيلم يمكن مقتبس من فيلم الخبير يقول لنا على الاسماء طيب الروح وين الروح الى هذا المكان أدري الموقع اسجرد أهلا الروح 30 طرف مدروح هنا الأمر المدروح لasse لماذا حين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كأنه ما عبرت هذا الباب تجي هنا هيانا المطلقة هذا الاسكن هيانا ورنستون تحصل وش اسمه ادرع هذا الاسكن فايكينج أزقارد ادرع ما لفايكينج تحصله اسكن طيب هذا ما جاء يركب على السيف المشكلة هنا حاول تركبه على السيف إذن ما صير بعد التحديث إنه يخليه يركب على السيف فيركب على هذا شوفون هسا تباعون بمثل شسمه بمثل جدحات تطلعوا برقة يتيشي بس مو هذا مجرد افكت وتشوفون هذي العلامات اللي ثلاثة هذن رح يصير بيها الستونز الأحمر والأزرق والأخضر ياب وراح يصير بيها شغلة افكت شغلة افكت يتيشي يعني ما ذلك ضربات يكون بيها مميزة ويتيشي سيدا اروح انطقهم ما يسوي شي مجرد اسكين هذا هو طيب تطلع من نايا وانك شوفوا الشكلة بالشي اسمه بالظلام ياب هذا شكلة يكون بالظلام هذا هو المطرقة الجديدة الاسكين او السلاح خلي نقول هسه يا شباب خلونا ننتقل وين خلونا ننتقل نروح نتكلم على المخلوق الجديد طيب يا شباب هذا المخلوق الجديد الاسطوري اللي راح يجي طبعا هو من زمان عالنين عنه بس احنا نتكلم عليه هسه ديس مودز ديس مودز طيب ديس مودز هذا المخلوق طبعا اختاروا جاب ويهو مخلوق ثاني تصويت صار عليه جاب تسعة وثلاثين 1780 تصويت على هذا المخلوق هذا اختاروا هذا المخلوق طبعا بيهو مميزات اسطورية رهيبة هم مدري مشبهينه بدراكولا مدري شلون بس يقول لك ديس مودز هذا عنده صرخة يخيف اي شي طيب انا راح اتكلمكم بشي يعني بشكل مفصل عنه مو هي تشي اقرأو هذا الشي يعني اقرأ لكم الكتابة كاملة عنه راح اقرب بشكل مفصل يقول انه مدري اكو طريقة مدري شيل بالانفنتوري وياك ماعرف شنو مما كاتمين ثوم او مادري هيتش شي بس اكو شيت شي لوياك او انا اعتقد اللي هو الشي اسمه بوغ ريبولونت بوغ ريبولونت هذا اللي يخلي ريحة للجسم على موض الحشرات واذن ما يهجمون عليها بس ما عدري هل هذا يقول يأثر عليها وقل ما زلت وانصحك بانك طارد هذا المخلوق في الضوء في الضوء يعني مو بالكهوف ولا بالليل يعني هو تلقاهم مكان يعني ماكن الكهوف مية بالمية راح يخلونا بماكن كهوف يقول لك ليش انصحك تطارد هذا المخلوق بالضوء لانهم يقول لك في المساحات الضيقة وبالظلام هم محترفين كلش بالاختباء هسه راح اجيكم ليش هم محترفين بالاختباء وهاي الشغلات يقول لك على موض تروض هذا المخلوق راح تحصل مميزات جدا قوية شنو المميزات اللي راح تستفاد منه من هذا المخلوق الصرخة المزعجة اللي تفرق كل الاعداء نفس ماليوترينوس هذا راح يخوف كل الاعداء طبعا اذا مثل ما تشوفون بهاي الصورة اه مسوي هاي الصرخة والرابترات اذن لثلاثة فازعين يردون بس يشردون من الشغلات الاسطورية قلت لكم ليش بالظلام لانه يقول لك دع قوتها الخارقة لتختفي في الظلام تصبح وضعك الشخص المخفي لان يعني شنو اثناء الظلام يختفي الداينو كامل اشلون الشسمة الشادومين يختفي هذا ايضا يختفي بالظلام اتوقع نفس فكرة الشادومين الاختفاء مات ولمدة معينة اعتقد ما ادري هل لمدة معينة او يعني ممكن يكون انه يختفي بس اول ما ييجي عليها الظوة شسمة يظهر ممكن يكون هي ششي فهذا شي همين اسطوري راح يكون انك مثلا تحاول بالظلام تختفي وتتفاد الظوة او ماذا تستخدم اللعاب مات تهيت الدم ومدرس شنوه جاينزل من عنده هذا اللي يقصدون بي والذي يستنزف الفريسة من الدم اكثر مما يستطيع مصاص الدماء هضمه يعني شنوه من يضرب الفريسة راح يسوي لبليد مية بالمية هذا الشي راح يسوي لبليد وتوقع لبليد ما لا يكون قوي اذا كنت تستطيع هضم الدم الزاد واللحم المصفات التي يتركها حوالك اللي فقد تكون متفائل هدايا اخرى غير مقابل شنوه اكسير متفائل شنوه الاكسير المتفائل ما ادري يقول حي يساعد على جذب اكثر الوحوش العنيدة هل اكسير المتفائل تصنعه عن طريق الشغلات اللي هو مثلا اللعاب مات يكون بالانفنتوري مات وباع شنوه اياه تجيبه وتصنع هذا الاكسير او هل يكون هو ينتج عنده مثلا يكون البلو بريند داخل الفنتوري ماته وتجيب اللعاب مات وهي الشغلات وتصنعه هذا الاكسير يقول لك جذب اكثر الوحوش العنيدة هاي الوحوش العنيدة شنو معناته يقصدون جذب هل هو يسوي عليك ريج يخلي حتى المخلوقات الاليفة يقوم تاركت يصير عليك له شنوه ما موضح هاي الامور ان شاء الله نجربها اول ما ينزل الماب طبعا الماب قال او شهر السادس هي شي منتفص منتفص شنوه منتصف السنة ينزل في شغلات جدا اسطورية وكلش حلوة جاي يضيفون للماب هذا للتحديث الجنيد الاسطوري فياب يا ابطال لحنا يا وصلنا معاكم نواية الحلقة تمنى تكونوا استمتعتوا هنا تمنى تكون حلقة عجبتكم سبحانك الله بحمدك اشهدونا لا اله الا انت استغفروا اكتبلك شوفكم بحق جاء ابطال معالي في سلامة شكرا